السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جليب في قناة معكم محمود حنفي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مراجعة على الاختبار القصير الثاني لمادة العلوم لطلاب الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني ويلا بينا نبدأ المراجعة السؤال الاول بيقول صل اسم العالم في العمود قلب اكتشافه في العمود بقى اول عالم عندي الحسن ابن الهيثم وبعدين اسحاق نيوتون وبعدين ارستو الاكتشاف الاول اعتقد ان قوس المطر يتشكل بسبب الصحب التي تعكس ضوء الشمس عند زوايا معينة اعتقد ان قوس المطر يشبه الاناكاس في المراء الاكتشاف الثالث استخدم منشورا لتوضيح ان الضوء الابيض هو مزيج من الالوان طبعا انت لازم تكون قراءة عن العلماء دي موجودة عندك في الكتاب وتكون عارفته كل عالم هو اعتقد بايه طبعا الحسن ابن الهيثم الحسن ابن الهيثم اعتقد ايه اعتقد ان القوس بتاع المطر يشبه ان الاكتشاف في المراءة ده الحسن ابن الهيثم طيب اسحاق نيوتون اسحاق نيوتون هو اللي استخدم المنشور لتوضيح ان الضوء الابيض هو مزيج من الالوان طبعا ارسته ارسته طبعا هو اللي اعتقد ان قوس المطر يتشكل بسبب السحب التي تعكس ضوء الشمس عند زوايا معينة وطبعا الاكتشافات دي كلها موجودة عندك في الكتاب ممكن تقرأها وتشوف الاجابات عليها السؤال اللي بعد كده بيقول فيما يلي بعض البيانات حول شروق الشمس وغروبها في محافظة الزوفاري مسلا عندنا هنا التاريخ اليوم تلاتة عشر اربعة الفين وتسعة عشر اه الشروق ستة وتلات دقايق هنا الشروق ستة وتلات دقايق الغروب تمنتاشر واحد واربعين دقيقة طول مدة النهار بعدين نفس الشيء في يوم الاربعة طيب لاحظتوا هنا ان طول مدة النهار مش موجودة طيب ازاي اجيبها طبعا عشان اطرق المدة بكل بساطة اطرح اطرح الغروب اللي هو تمنتاشر واحد واربعين هنطرح منه الشروق اللي هو ستة وتلات دقايق يلا بنا نطرح واحد نقص ثلاثة ما ينفعش نستلف دي تكون تلاتة ودي تكون حداشر حداشر نقص تلاتة كام تمانية وتلاتة نقص صفر كام تلاتة وهنا تمنتاشر نقص ستة تمانية نقص ستة اتنين واحد نقص صفر واحد يعني المدة اتناشر ساعة وتمانية وتلاتين دقيقة طيب هنا مطلوب ان انا اجيب شروق الشمس برضو نفس الشيء هطرح الغروب نقص المدة يعني تمنتاشر واحد واربعين دقيقة هطرح منها المدة اللي هي اتناشر وتسعة وتلاتين دقيقة يلا نطرح واحد نقص تسعة ما يجوز نستلف تكون دي تلاتة ودي تكون حداشر حداشر نقص تسعة طبعا اتنين وتلاتة نقص تلاتة صف وهنا تمانية نقص اتنين ستة واحد نقص واحد صف يعني الشروق كان الساعة ستة ودقيقتين كده احنا كمينا الفراغات اللي في الجدول طيب بيقول لي يضلل الدائرة المرسومة بجوار الاجابة صحيحة من خلال النتائج في الجدول السابق طول الليل يقصر ام يطول يعني الليل بيقصر ام يطول طيب تعالوا نشوف دي مدة النهار لو انا لاحظت مدة النهار ان هي كانت تمانية وتلاتين واصبحت تسعة وتلاتين يعني النهار كده بيحصل له ايه بيطول النهار بيطول طيب وعكسه الليل الليل اكيد بيقصر يبقى اذا هنعمل هنا الليل بيقصر تعالوا نشوف السؤال التالي ضع لها متصحة ولا متخطأ امام الابارة الاتية المذنب هو كتلة من الثلج والاتربة تتحرك في مدار كبير حول شمس طبعا ده تعريف المذنب وفعلا هو كتلة من الثلج والاتربة يبقى الاجابة صحيحة والتعريفات دي طبعا هتلاقيها موجودة في الكتاب بكل سهولة يوجد بين المريخ والمشترى اجرام صخرية تسمى النيازك هل الكلام ده صحيح لا طبعا لان ده تعريف مين تعريف الكويكبات مش النيازك يعني ده تعريف خاطئ لان الكويكبات هي اللي عبارة عن اجرام صخرية بتكون موجودة بين المريخ والمشترى تدور الارض حول الشمس مرة كل 24 ساعة طبعا برضو خطأ لان الارض بتدور حول الشمس كل 365 يوم وربع مش 24 ساعة 24 ساعة دي الارض بتدور حول محورها 24 ساعة يبقى هنا الاجابة خاطئة ادرس الشكل المقابل ثم اجب عن الاسئلة التالية ظلل نصف الارض الذي يغشاه الليل باللون الاسود طبعا الليل بيكون ما يكون فين طبعا هنا اشعة الشمس الجزء اللي بيكون في مواجهة اشعة الشمس ده بيكون نهار اما الليل هو الجزء العكسي لهو يعني الليل هيكون هذا الجزء ده الجزء اللي فيه ليل تمام تعالوا نشوف السؤال ده بعد كده طقيص مرة وطول الظل في اوقات مختلفة ويعرض الجدول التالي النتائج التي حصلت عليها ادرسه جيدا ثم اجب عن الاسئلة التالية في الرسم البياني التالي ارسم شكلا بيانيا خطيا هنا عندنا جدول والجدول ده في اوقات والطول الظل تم قياسه عن طريق مروة خلال اوقات محددة زي مسلا الساعة عشرة كان طول الظل تمانين سنتيمتر وساعة داشر كان طول الظل اربعين سنتيمتر وساعة اتناشر كان طول الظل التلاتين سنتيمتر وساعة تلاتاشر اللي هي تقابل الساعة واحدة مساء كانت طول خمسين سنتيمتر والساعة اربعتاشر اللي هي تقابل الساعة اتنين مساء كانت طول خمسة وسبعين سنتيمتر. طيب تعالوا نرسم الرسم البيان الخطي. اول شي بنعمل الشبكة بتاعتنا. بعدين بنعمل المحاور. المحور الافقي والمحور الرأسي. بعدين بنضع التركمات. هنا الاوقات هنكتبها تحت. عشر احد عشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. بعدين هنا اعلى تدريجة عندي تمانين فهنا نقسم ده عشر عشرين. لحد التمانين عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين. نبدأ نمثل الساعة عشرة كان طول الظل التمانين. يبقى نحط نقطة عند التمانين بالنسبة للساعة عشرة. بعدين الساعة عشر عند الاربعين نحط نقطة عند الاربعين. ساعة اتناشر عند التلاتين. بعدين الساعة تلاتاشر اللي هي الساعة واحدة مساء عند الخمسين. واخر حاجة ساعة اربعتاشر عند الطول خمسة وسبعين. بين السبعين والتمانين. بعدين نوصل بينهم بين الخطوط. عشان يكون رسم بياني خطي. طيب ايه اللي احنا استنتجناه من الرسمة? استنتجناه من الرسمة ان طول الظل بيكون اقل ما يمكن في خلال فترة منتصف النهار اللي هي الساعة اتناشر تقريبا. بيكون طول الظل اقل ما يمكن ما هو تلاتين. اما في بداية اليوم وفي نهاية اليوم بيكون الظل اطول ما يكون. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. يمثل الجدول المقابل عدة كواكب وزمن دورانها حول محورن. رمز الكوكب الذي يمثل كوكب الارض. ايه هو رمز الكوكب اللي يمثل كوكب الارض? هوا اللي الاي ولا السي ولا الد. طيب? تعالوا نشوف زمن الدوران حول المحور. هنا ست ساعات. هنا اتناشر ساعة. هنا اربعة وعشرين ساعة هنا ستة وثلاثين ساعة طبعا من الواضح جدا ان اه الارض هي زي ما ندورانها اربعة وعشرين ساعة حول محورها يعني رمزها حرف السي يبقى هنزل الحرف السي هنا طيب هنا بقول لي ده علامة صح في الموقع المناسب تدور الارض حول محورها من الغرب الى الشرق طبعا صواب تدور الشمس حول الارض كل اربعة وعشرين ساعة الشمس هي اللي بتدور حول الارض طبعا لا خطأ المفروض ان الارض هي اللي بتدور حولها الشمس وبتدور في كم يوم في 365 يوم ورب او الارض بتدور حولها محورها في 24 ساعة تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده يمثل الشكل المقابل عدد دورات الارض حولها محورها خلال ساعات معينة ممثلة بالرموز ABC كم دورة تدورها الارض حولها محورها عند الرمز B عند الرمز B كم دورة لو انت لحظت هنا كم دورة دورتين يبقى هنكتب اتنين تنبأ بعدد الساعات التي ستقضيها الارض لتدور اربع دورات انتو عارفين ان الارض بتدور الدورة الواحدة في 24 ساعة طب لما يكون اربع دورات يبقى نضرب اربعة في 24 ساعة اربعة في اربعة بكم بستة عشر ستة معانا الواحد اربعة في اتنين بتمانية واحد تسعة يعني الاجابة بتكون ستة وتسعين وبكده يبقى احنا انهينا التمارين الخاصة بالاختبار القصير الثاني لمادة العلوم ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وما تنساش تعمل لايك وشير الحلقة عشان كل الناس تستفيد وامل اشتراك في القناة ازا كنت اول مرة بتزورها وانتظرونا في الفيديوهات القادمة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته